حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نطبع من الهاتف او الموبايل في الطابعة Canon Pexima TS53400 وحلقة النهاردة مكونة من فقرةين الفقرة الأولى سنتعلم كيف نوصل الموبايل بالطابعة مباشرة بدون استخدام اي كبل ولا استخدام الراوتر الواي فاي والفقرة الثانية سنتعلم كيف نربط الطابعة بالراوتر الواي فاي وتطبع كمان من الموبايل وعشان نعرف تفاصيل اكتر فتابعوني بعد الفاصل موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيكم وخينا عالمين ايه اخبركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وفي قبل حال معاكم احمد الساب من القناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نطبع من الهاتف او الموبايل في الطابعة Canon Pexima TS53400 وان شاء الله الحلقة تنال اعجبكم مبدئا كده جماعة قبل ما نخش في الخطوات على طول الطابعة دي فيها خاصيتين انك تقدر تستخدم الطباعة من الموبايل وحلقة النهاردة ستكون مكونة من فاكرتين اول فاكرة اللي هنبدأ بها دلوقتي حالا اننا هنطبع من الهاتف مباشرة بالطابعة بدون استخدام اي كاب ولا استخدام الراوتر الواي فاي والخاصية التانية اللي هتبقى الفقرة التانية وهي ازاي نربط الطابعة بالرويتر الواي فاي ونطبع من الموبايل فلازم يكون عندك علم ان الخاصيتين مختلفين عن بعض نهائيا يعني الخاصية دي فيها ميزة وعب والخاصية دي فيها ميزة وعب الميزة في خاصية اتباع من الهاتف مباشرة بدون الراوتر ميزتها انك هتقدر تتبع من الموبايل ولا هتستخدم كابل ولا هتستخدم روتر وهي شيء ممتاز جدا لكن عيبها الوحيد إنك لو استخدمت هذه الخاصية فلازم تخلص أمر التباعة الموجود في الموبايل الذي ستعطي للطوابع لازم انتهي بالكامل حتى ترجع تتصفح بخدمة الانترنت لأن أثناء وانت بتطبع من الموبايل لو وصلت الموبايل بخدمة الانترنت وانت بتطبع التوابع ستضغي الأوامر وليس ستكمل الأوردر فهي ستأيدك أن تخلص الأوردر بالكامل وبعد ذلك ترجع تتصفح بالروتر الوي فاي وميزة الخاصية الثانية التي ستربط فيها الطابعة بالروتر أنك ستستطيع تتصفح خدمة الانترنت بكل سهلة وانت بتطبع لكن عيبها الوحيد إن لو حصل للروتر أي مشكلة أو غيرت الروتر أو غيرت بصور للروتر أو حاولت شبكة الروتر من مخفية المرئية أو من المرئية المخفية فبالتالي ستلاحظ أن الطابعة ليس بتاخد أوامر نهائية من الموبايل ولو حاطة الروتر بعيد جدا على الطابعة فبالتالي سيكون هناك بط في الطابعة فلازم تبع حاطة الروتر في المكان الذي فيه الطابعة وبعد ما عرفنا ما هم خاصيتين الموجودين في الطابعة يلا بنا نبدأ بالفقرة الأولى وهي خاصية الطابعة من الهاتف مباشرة بدون استخدام أي كبل ولا استخدام الروتر الوي فاي فهنروح مع بعض للهاتف أو الموبايل ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا هنروح للبلي ستور أو الاب ستور اللي موجود في الهاتف ونكتب في البحث أو السرش كلمة كانون ونعمل السرش ستلاحظ الاختيار بتاعنا مكتوب عليه كانون برينت انكي جيت اند سلبي نختاره عادي جدا ونختار تثبيت وننتظر لحد ما البرنامج يتحمل وتثبت معنا وبعد ما تم تحميل وتثبيت البرنامج معنا هنروح للطابعة ونعمل حاجة بسيطة جدا ونرجع ثاني لبرنامج كانون فيلا بنا شايفيني الزرار ده هنسبل سبعنا كده لحد ما الشاشة تتغير اهي بروسسينج بليس ويت بتنتظر بعد الثواني ونروح للموبايل ونتبع باقي الخطوات سوف نفتح مع بعض الوقت قائمة الشبكات اللي هي الراوتر الواي فاي ستلاحظ الاختيار معنا مكتوب عليه TS5300 Series وأولها كلمة كانون سنختارها كما نرى سيقول لك الشبكة المتصلة بالجهاز يتعذر توفير اتصال بالانترنت فلا يجب ان تكون عالف ان طول ما انت متوصل بالشبكة ده ليس سيكون فيه خدمة الانترنت وبعد ذلك سنعمل يا ابو حميد سنخفي الصفحة عادي جدا ونفتح برنامج كانون اللي هننزلناه ثم نختار agree ثم agree ثم ok ثم نختار اثناء استخدام التطبيق السماح ثم نختار ok وهنا بتختار اخر اختيار تحت المكتوب My router is not in the list ثم نختار yes والخطوة دي مهمة جدا تمام ده اسم المستخدم الطابع وكلمة المرور طب ايه هما دولت يا ابو حميد اسم المستخدم الطابع لما تيجي تربط الموبايل بالطابع مباشرة ده حيكون اسم المستخدم وده حيكون كلمة المرور لو انت حبيت ترشبوك اكتر من موبايل فانا هحفظ الورقة دي سكرينشوت هيت عشان مهمة جدا بالنسبة لي تمام ثم هختار copy password ثم هنقصت الصفحة دي عادي جدا تمام ونرجع لقيمة الشباكات مرة تانية هتلاحظ ان الطابعة اسمها تغير بقى مكتوب في اولها كلمة direct وبعد كده ts5300 series هنختارها هيتطلب مننا كلمة المرور كلمة المرور اللي انا اخذتها كوبي بصورد هنفرغها عادي جدا ثم نختار اتصال او الشبكة المتصلة بالجهاز يعني معناها ان الطابعة كده اتوصلت بالموبايل فلو كلمة مرور الطابعة ضعت منك هعلمك لفيديو ده ازاي تطبع كلمة المرور من الطابعة بكل سهولة طبعا الخطوات اللي فدت دي هتتعمل لمرة واحدة لو الطابعة جديدة لكن عشان تقدر تشبك الطابعة من اي جوال تاني او هاتف تاني هتبدأ بالخطوات دي هتختار اول حاجة شبكة الطابعة اللي هي الداركة دي وتبدأ تدف كلمة المرور اللي انا عمتها سكرينشوت او اللي هعلمك يا زي تطلح من الطابعة ثم نرجع للبرنامج تاني مرة اخرى ثم نختار search ولازم تبقى متأكد انك موصل الموبايل بالطابعة بشبكة الطابعة اللي اولها كلمة direct ثم نختار close وهنا بيقولك ان تم توصيل الهاتف بالطابعة هنقفل الصفحة دي ثم نقفلها وبكده الطابعة جهزة انك تطبع اي اوامر طب ازاي نطبع هنختار اي فولدر ما بعث لك على واتساب اللي هو ملفات pdf وعلى سبيل المثال هنختار الملف اللي قدامنا اللي اسمه welcome طب ازاي نطبع يا بو حميد اول حاجة هنختار مشاركة او share ثم نختار send a copy ثم نختار برنامج Canon اللي احنا نزلنا من شوية اهوت ثم نختار yes وهما خمس صفحات هنختار next ثم نختار ok ثم نختار no لو انت ضغطت على برينت دلوقت شحلا فالطابعة هتطبع الاوامر على طول فانا عايزة تضبط باقي الاعلادات لان الطابعة دي فيها خاصيتين مهمين جدا وهي انك تقدر تحول اي حاجة من الوان لابد وسويد والخاصية الثانية انها فيها تطبع على الوان اوتوماتيك فنختار change setting اول حاجة كوبيز ده بيقولك عدد النسخ اللي انت عاو تنسخع معك من النسخة اللي حال 100 نسخة فبتختار النسخ اللي انت عايزها ثاني اختيار ده ما تحددت على صح ثاني اختيار ده بيبر سايز لو هي مش متحددة اي فور فانت الافضل انك تحددها اي فور رابع اختيار ده ما الناس دعوا به خامس اختيار ده بلان بيبر لو انت بتطبع ورق مساندات اللي هو ورق المذكرات المدرسية فانت هتختار اول اختيار بلان بيبر لكن لو انت بيطبع صور فوتوغرافية اللي هو الورق اللامة فانت هتختار ثاني اختيار photo paper balance جوليسي تو سادس اختيار ده مكتوب عليه color mode طول ما هو متعلم عليك كلمة color معناه انك بتطبع المنساندات بالاسود والالوان لو ضغطت عليه ضغطة واحدة كده هتلاقي فيه اختيارين color و monochrome هذا المونوكروم ده انك تحول اي حاجة بالابيض والاسود فقط كأنها طوابع لزر فانا اختارها مثلا منوكروم عشان اقدر اوفر في الحبر اخر اختيار ده وهو يعتبر اهم اختياره ونسبة الشري الطوابع عشانه two sideyd يعني الوش والظهر لو ضغطنا لغطة واحدة كده وهو متحدد على simplex معناه انها ستنسخ ورقة ورقة فانا اختار مثلا تاني اختيار لكن الاختيارين اللي بعد اول اختيار دولت الوش والظهر دعنا دلوقتي نجرب ورقة ورقة منفردة وبعاكين نجرب على الوجهين ثم بعد ما تختار جميع الاعجاب تحتك بدرجع خطوة الورق ثم نختار نوك ثم نختار print كما تروني الطوابع اخذ الاوامر قاعدة جدا من موبايل لو حبيت تكنسل اوامر مثلا لو انت متلغبط من المزور ده اهو يعني مثلا استنى الورق يتطلع اهيه كده انا كنسلت همفروض خمس اوراق انا طبعت ثلاث اوراق بس كده تعلمنا ازاي نطبع من موبايل بلا فيدي بدي اف على الوجه الواحد تعاني نتعلم دوقتي ازاي نطبع على الوجهين اوتوماتيك عشان نقدر نوفر الورق هنقف عند نفس الخطوة كما تعلمنا كده ونختار change setting ثم توصيدة الاخر دي هنخليها تاني اختيار ثم نرجع الخطوة الورا ثم نختار print افعارو روز لافي تحمية ترجم الفيديaa اجابةى الناحيان روز لاorta محنت تجهد اجابة ساعة النحن ترجم الazon اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما ترى خمس ورقات على وجهين اوتوماتيك او خمس ورقات على وجهين اوتوماتيك اذا كانت بسيط انا لدي صورة في الابوم او استوديو الهاتف اطبعها وعلى سبيل المثال سأقوم بعمل مشاركة او شير ثم نختار برينت ثم نختار وطبعا هذه الصورة تختلف خالص عن ملفات BDF لذلك يجب أن تضبط قليل حجم النوع الورق لكي لا تدرك حجم النوع الورق نختار برينت سيتنج ثم نختار ثالث اختيار بيبر سايز والميديا طيب طبعا انت عايز فوتو او بلن بيبر انا هختار بلن بيبر ثم نرجع الخطأ الورا ثم نقوم بعمل صحي على دونت شو ثم نختار نوع وبعد ذلك نعمل بوحميد نختار برينت وطبعا كما ترون طبعات الصورة تبقى أبطى بكثير من الملفات لان ملفات BDF وانا كنت اختار برينت بالألوان فبالتالي الصورة تطبع ملونة فلا تروني كما ترون مع بعض طبعات الصورة بكل سهلة من الاستوجة او الهاتف الموضوع سهل كده بالنسبة لي احمد انا اريد اعرف كلمة مرور التابعة اعرفها ازاي نختار اوكي ثم ننزل تحت شوية كده ونختار device settings اوكي ثم نختار LAN settings ايضا اوكي ثم نختار wireless direct ننزل تحت كده اوكي ثم نختار show sending information اوكي ثم نختار ond ونختار اوكي هتلاقي اسم التابعة هو اللي هو اسم الشبكة اللي هو التابعة SSIDH direct تبع كده اسم التابعة تحت شوية كده اهو ده البصور ده البصور ده اللي حضرته في اي موبايل في ساعتها الموبايل بتوصل بالطابعة مباشرة الموضوع سهل كده ودلوقتي خلصنا الفكرة الاولى وهي ازاي نطبع من الهاتف مباشرة بدون استخدام الروتر واي فاي ولا استخدام اي كابل ولازم تبقى عارف انك لو حبيت تطبع من الموبايل تتأكد ان شبكة الهاتف او شبكة الموبايل شبكة على TS5300 series عشان تقدر تطبع من الموبايل او الهاتف مباشرة ودلوقتي وصلنا للفكرة الثانية مع بعض ازاي نطبع من الهاتف باستخدام الروتر واي فاي فاول حاجة هنربط الطابعة بالروتر واي فاي والخطوات كالتالي هنختار اوكي ثم نختار واي فاي ستب اوكي ثم نختار مانوال كوننكت اهي كده اوكي هنا بيقول لك سيرشنج فور ويرلس راوتر بيدور على شبكة الروتر اللي موجودة في المنطقة عندك يعني سيجمع لك شبكة كده وانت تختار منها الشبكة بتاعتي انا الشبكة بتاعتي اسمها كانون لديك اكثر من اختيار هو لشبكات اللي حولها ممكن ما تلاقيش الروتر موجود قدامك فانا لقيت قدامه هو اختار كانون هنا بيقول لك دخل كلمة مرور الروتر الواي فاي مع العلم ان زرار اللي هو اللي هو ده اللي هو ده اللي هو الرسمة بيبدأ يحول لك كلمة مرور الحروف الانجليزية صغيرة ضغطة واحدة كمان والشبكة وقات والكلام ده تمام ولو ضغطت على الانتر اللي هي الانتر الكمبيلت دي اللي هي التصوير يبقى انت كده خلصت كلمة مرور خلصتها تمام لكن لو انت حاب تدخل الحروف من الاسم لفوق تمام وتنقصها من تحت ولو كتبت الحرف غلط كده تقدر تمسحه بالسهم اللي هو بيرجع خطوة كده انا كل الحروف اللي عندي كبيرة هعملي هزبطها كده بقت كبيرة تمام حرف الاو همشي كده لحد ما يجي دي حرف الاو اي اوكي اعيز الحرف الاو كمان مرة اهو ماشي اوكي اعيز حرف ار امشي كده اهوت اوكي اعيز تباقي بقى ارقام هعملي ضغط واحد هنا اتحولت لارقام اهوت اعيز رقم اتنين اهو اعيز رقم السفر او اعيز رقم السفر كمان او اعيز رقم سبعة او وبعد ما دخلت انا كلمة مرور بتاعت الراوتر واي فاي بالطريقة الصحيحة هنختار تصوير او لو انت بقى كلمة مرور صح هيقولك كونكتد لو غلط هيقولك ان فيه غلط ده بالنسبة انك هتوصل التوابع بالراوتر واي فاي اما الرئي لكن المخفي هنشوفه مع بعض او كونكتد زوار للراوتر يعني تم الاتصال بالراوتر خلاص بنعمل اوكي طب افرد انا عندي الراوتر واي فاي مخفي هنعمل اوكي ثم تختار واي فاي ستطب اوكي ثم تختار اخر اختيار اوكي ثم نختار مانو كونكت اوكي وبتنتظر بيظهر لقيمة الشبكات مرة تانية بدين التحت خالص كده تمام لحد ما يجيلك الاختيار دابن الاخير ده اوكي بتدخل اسم الراوتر وكلمة مرور الراوتر وبتوشبك معك بكل سهولة وده في حالة انك عامل الراوتر عندك مخفي هنلاحظ ان الطابعة عملت علامة التردد كده معناها ان متوصلة بالراوتر الواي فاي لو عملت اكس يبقى حصل مشكلة في الراوتر الواي فاي فلازم تثبت من تاني الاعدادات في ده الوقت حالنا نروح لجهاز الموبايل او الهاتف ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيا بنا اول حاجة لازم تتأكد منها ان الموبايل متوصل على شبكة الراوتر اللي متوصل عليه نفس الطابعة ونفتح البلاي ستور او الاب ستور اللي موجود في هدفك ونختار كانون ثم نختاره كانون بلينت انك جيت اندي سلفي ونختار تثبيت ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتحمل ويتثبت معنا وطبعا انا برجح الفكرة التانية اللي هي كيف نعرف الطابعة بالراوتر الواي فاي عشان في نفس الوقت تقدر تتصفى خدمة الانترنت وانت بتطبعه ومحصلش اي مشكلة بس بديك نصيحة ان لازم الراوتر يبقى في نفس المكان اللي فيه الطابعة او في نفس القوضة مش القوضة اللي بعادية او اللي بعادية يعني الراوتر طول ما هو بعيد عن الطابعة بيحصل بطئ جدا وممكن ان الطابعة لا تتوصلش وممكن ان الطابعة كل شوية تفصل من الراوتر وتيجي لان الوردر اللي انت بتطلبه بيروح على الراوتر بعد كده يرجع للطابعة بعكس خاصية الاتصال المباشر من الموبايل للطابعة الضائر ثم نختار فتح ثم نختار اجري ثم اجري مرة اخرى ثم اوكي ثم اثناء استخدام التطبيق ثم السماح ثم نختار سيرج طبعا المفروض دلوقتي ان الطابعة موجودة جوه الراوتر فاي حد يبحث عليها ثم هنختار كلوز ودلوقتي بيقولك ان ارى الطابعة جوه الراوتر وتقدر تطبع بكل سهولة هنقفل الصفحة دي بالإكس كده مرة كمان ثم نختار اوكي وخطوات الطباعة زي ما تعلمنا في الفقرة الاولى هيا هي مفاش اي اختلاف هنختار اي ملف بدي اف عندنا وليكن الملف بتاع كلمة welcome والخطوة التباعة كالتالي نختار مشاركة او شير ثم نختار سيند اكوبي ثم نختار برنامج كانون ثم نختار يس طبعا انا اخذ ورقة واحدة ثم نختار اوكي ثم نختار نو ثم في الخطوة دي نختار وكما ترى الطابعة اخذ الاوامر من الهاتف وتبدأ تطبعها ايه طبعا ملف بدي اف اللي هو مكونا من خمس صور بس انا حددت ورقة واحدة بس الموضوع بسيط كده وبكده انتهينا من موضوع حالية النهاردة اتمنى كنا لأعجبكم اتمنى الموضوع كنا لأعجبكم منتظر اي سفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السالم بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة